تتوقع إيش هو ساهم الدهب وليش سميته ساهم الدهب وبكم قيمته الآن وكم تتوقع توصل قيمته الآن نحط الساهم الآن لساهم الدهب ساهم الدهب مميز مجموعة صافولة 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 ساهم الدهب ليس التوصية صافولة قيمته 32 الغاق حقه 31.2 عند قاعه نازل من الهاي حقه 17% وزع كل السنين اللي فاتت معده عام 17 وعام 19 السنة هذي وزع الساهم هذا أنا سميه البيضة الدجاجة اللي تبيض ضهب الدجاجة اللي تبيض ضهب ليش الدجاجة اللي تبيض ضهب وليش ساهم الدهب حين أخليكم تشوفوا ليش هذا ساهم الدهب ليش صافولة ساهم الدهب صافولة ساهم الدهب عدد السمح 533 مليون ساهم ماذا تملك صافولة شوفوا صافولة ايش تملك شوف ايش تملك صافولة صافولة للأغذية عافية صافولة السواد المتحدة شوفوا بندة الطعام الجيد شوفوا هنا شوفوا ليش أسميها دهب أسمي صافولة السامة الدجاجة اللي تبيض ضهب شوفوا هنا استحواذ منحة 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 حقوق قولوية منحة 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 استحواذ تمام بالاضافة الى العوايد لكن ايش تملك صافولة ايش تملك صافولة هنا 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 السؤال المهم شوفوا صافولة في ايش تملك شوفوا هذا ساميش كم قيمته 53 كم تملك صافولة هنا كم تملك صافولة في كم تملك صافولة هنا شوفوا شوفوا كم تملك صافولة مجموعة صافولة كم في المية حوالي 35% في المية من أسم ايش من أسم تملك صافولة 35% في المية صافولة تملك فيها يعني أزيد من التلت تملك صافولة فيها والسهم بكم؟ 53 صافولة تملك هنا هل تملك في حاجات تانية؟ نعم تملك صافولة في عدد من الأسهم أخواني صافولة شوفوا صافولة ليش أنا أحطيك صافولة وقلت سهم الدهب قلت سهم الدهب على قيمته وعلى المنح وعلى الآن هو قاعد يستحوز على قاعد هو المشكلة الآن الاستحواذات اللي قاعد يسويها يعني قاعد ينمو في السوق ينمو بقوة تمام؟ قطاعه قاعد ينمو عشان كده الفلوس اللي قاعد ما يوزع الفلوس الفلوس اللي موجودة قاعد ياخد فيها ياخد فيها منتجات ويستحوذ على أشياء جديدة يعني نجي لإعلاناته شوفوا الطعام الجيد هذا أخذها أخذ قبل حقفسته قولوس في الدبي وأخذ أخذ شوف شوفوا هنا عنده حصص بين شوفوا هي هنا في مدينة صح 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 شوف عنده حصص بين شوف 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 شايفين صافولة شوفين شوف أتملك فين صافولة شوفوا يا آخواني هذه أيش؟ مدينة ايش؟ تمام؟ من يملك فيها كمان؟ صافولة إذا حينيje انت حق زيت و كمان wart producto هنا عندها كم عندها ستة في المية ستة في المية من عدد الاسهم كم عدد اسهمها تلاتمية وتسعة وتلاتين مليون وتلاتمية سام تملك صفولة فيها ستة في المية الان صفولة تبت بيع الاسهم حقها هنا شوف شوفوا بكم تبت بيع صفولة شوف تملك صفولة والله 11% مو ستة في المية ليش ستة في المية اللي موجودة وعندها خمسة وشوية في المية بشكل ملكية يعني بشكل ما هو ما هو يعني ما هو باسم صفولة شي تاني لها تابع لها يعني تملك صفولة 11% من أجل توقعت اتفاقية بيع مرزمة مع طيبة عشان يبيعون لهم كل الحصص اللي موجودة حقهم بالمبلغ شوفوا كم المبلغ هذا المبلغ هيخش في حساب صفولة هيخش في حساب صفولة لسه إلى الآن ما تمت الاتفاقية تمت البيع ما تم هذا المبلغ هيخش في حساب صفولة تكلم على كم حول الخمسمائة مليون هيخش في حساب صفولة حتبيح المين حتبيح الطيبة تمام يا سلام 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 وعندها فين كمان قلنا ولو نبشنا شوية حنطلع صفولة في عدد عدد من الأسم صفولة صفولة كم قيمة صفولة حاليا كم قيمة صفولة حاليا كم قيمة صفولة حاليا تنين وتلاتين جسعين يا بلاش يا بعش وزعت السناء هادي وزعت السناء هادي وزعت السناء هادي وزعتsin وزعت قليل وزعتكz لكن معليش فلا هذا 게임ا ح كان عن هذه الملغيقiers قاعدت تتوسع لكن الآن عندها نص خمسمية مليون حتخش بحسابها صالة عن النبي وزعت كم هللة السنة هذه بس كده ايش توزيعة خفيفة لطيفة وزعت كم هللة هذه اللي وزعت والسنة هذه قليل صح العام وزعت خمسة سبعين هللة السنة هذه وزعت قليل علشان الاستحواذات اللي حصلت عندها استحواذ حصلت عليه واخدت من اسهمها هي اخدت من اسهمها وهنا اخدت هذه اللي اخدتها 100% تمام شايفين شايفين كيف قلبي انت وهو فقاعدة تستحواذ قاعدة ايش ما شاء الله ما شاء الله قاعدة تتكوش على على اسهم وتتكوش على حاجات حلوة يعني اخدت اعتقد اخدت كمان حاجات تانية هذه اعتقد حق اللوز والجوز والفستق وال ايوه شوفو شايفين هذه هي حق ايوه حق الحنبس واللوز والفوق المجفف والحلويات اخدتها اخدتها بنسبة 100% 100% خلاص اخدتها ودفعت قيمتها النقد الكاش الكاش هذا الكاش هذا الكاش وما يسوي الكاش هذا سهم الذهب السهم هذا انا اخدته في يوم من الايام اشهد علي الله اني انا بايعه بـ 1200 وشوية زمان طبعا قبل التكسيم قبل التكسيم والسهم هذا اعطاني اعطاني انا كوليد السهم هذا اعطاني شيء شيء ما هو قليل انا حبيته والله احب السهم هذا وقيمته الحالية وقيمته الحالية انا اشوفه والله اعلم قد اكون غلطان انا اشوفه لقطة من اللقات لقطة من اللقات والله اعلم والله اعلم هذا السهم ماليا الصلاة عن النبي الصلاة عن النبي الصلاة عن النبي صلاة عن النبي ماليا ممتاز كفاعة المالية ممتازة سام كسبان نشوف نتائجه نشوف نتائجه الفصل هذا نتائج حقه المبيعات أفضل من العام السابق ب16% وقل من الفصل اللي فات 8% ما في مشكلة إجمال المكسب أعلى من العام ب11% وقل 2% ما هي مشكلة صافي 213 إلى 200 أفضل السام من 66 هللة كسبان إلى 91 هللة طبعا زيادة الحمد لله ومكسب عن السنة الماضية الحمد لله أداء السام لو تبغان نشوف أداء السام كيف أداء السام السام له مدة ثابت لكن شوفوا السام طبعا زمان هنا كان بخمسة بعدين بعدين طلع إلى 115 118 وبعدين نزل إلى 37 بعدين نزل إلى 30 هذا 2008 2009 هذا أيام الأزمة المالية 17 كان بعدين طلع إلى 86 بعدين نزل خليني نتكلم على الجائحة هذا كان قيمة وقت الجائحة وبعد الجائحة طلع إلى هنا وبعدين وصل إلى 51 العام الماضي ونزل الآن إلى 32 32 هذه قوائم هذا أداء السام خلال السنين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر